وهي فيما يتعلق بالأجازات اللي بيأخذها الفريق الجزئية غاية في الأهمية يمكن يعني كابتن أحمد شبير طبعا أنا بقدره وبحترمه جدا وبحبه جدا وجد نظره تحترم ما فيش مشكلة كما مثلا كواحد من جميع النادي الأهلي اللي همني يا محمد النتائج إذن الرجل المسلماني واخد سياسة بيتباحها نتائجها جيدة وبتأتي بسمرها من خلال نتائج بيقدر يفوز النادي الأهلي في مختلف المبريات لكن أنا مش عاجبني بس أن الناس كتير بتتكلم في الجزئية دي لأ مسلماني صح لأ وجهات النظر الأخرى هي اللي صح أنا شاف أننا منشغلش بدلا بحاجة زي كده الأهم نتائج الفريق طبعا الرجل بيدي أجازات محسوبة بشكل مميز خصوصا في ظل ضغط المبريات إذن الناتج هو الأهم واضح أنه حاسب فعلا الأجازات ومدى إفادتها بالنسبة للعاب النادي الأهلي وبالنسبة الفريق ككل وبالتالي النتائج إيه النتائج إن الأهلي ما شاء الله ماشي بشكل مميز سواء على الصعيد الأفريقي أو الصعيد المحلي فبالتالي بلاش نتكلم في النقطة دي كتير أو ما تاخدش مننا وقت كبير جدا مع الكامل طبعا الاحترام والتقدير لكل الأراء كل واحد لوجهة نظر طبعا هو حر فيها